بسم الله الرحمن الرحيم محركات السيارات محركات الاحتراق الداخلي تهدف هذه المادة التدريبية إلى تزويد المتدرب بأساسيات عمل محرك السيارة وأنظمة التشغيل سيتم تقسيم محتوى المادة إلى عدد من المحاضرات والوحدات وفي ناية كل منها سيتم وضع عدد من الأسئلة والاختبارات لقياس المهارات التي يجب على المتدرب إتقانها في هذه المرحلة في الوحدة الأولى سيتم مناقشة مبادئ محركات الاحتراق الداخلي الأهداف التي يتوقع من المتدرب إتقانها في نهاية هذه الوحدة أولا نتعرف على تصنيفات المختلفة لمحركات الاحتراق الداخلي حيث يوجد العديد من المعايير التي يمكن استخدامها لتصنيف المحركات سنتعرف عليها خلال المحاضر ثانيا سنقوم بشرح دور التشغيل ربعية الأشواط والدورة ثنائية الأشواط لمحركات البنزين وثالثا سنقوم بالتعرف على مبادئ عمل محركات الديزل وأخيرا سنقوم بالتمييز بين محركات البنزين والديزل من حيث مبدأ التشغيل في البداية لابد من الإشارة إلى أن محركات السيارة تتميز بالتطور الدائم والمستمر في مجال التصميم والتشغيل يعود ذلك إلى عدد من الأسباب من أهم هذه الأسباب أولا تطور المستمر في علم المعادن والبلاستيك والسيراميك والسبب الثاني المهم هو التطور الكبير في مجال الحاسب والإلكترونيات ووحدات التحكم ودمج وحدات التحكم مع منظومات إدارة المحرك والتي كان لها الدور الكبير في تحسين قدرة وأداء وعمل المحرك على كل فإن مبادئ التشغيل الأساسية للمحركات الحديثة هي نفسها كما كانت عليه منذ بداية اختراع بمعنى أن الأشواط الأربعة والمكونات الأساسية للمحرك هي نفسها المقصود بالمحرك المحرك هو عبارة عن آلة تقوم بتحويل أي شكل من أشكال الطاقة إلى طاقة ميكانيكية فمحرك الاحتراق يقوم بتحويل الطاقة الحرارية التي تنتج من الاحتراق إلى طاقة ميكانيكية حتى يتكون الاحتراق لابد أن يشتعل خليط الوقود والهواء وهذه الحرارة يتم تحويلها إلى طاقة ميكانيكية فمحركات السيارات هي عبارة عن محركات حرارية تستخدم الوقود بعد خلط مع الهواء اللازم لإتمام عملية احتراق داخل المحرك حتى يحدث الاحتراق لابد من توافر ثلاث عناصر أساسية أولا الوقود يجب توفر مصدر الوقود مثل البنسين والديزل وغيرة من مصادر الوقود ثانيا كمية كافية من الأكسجين يجب أن تختلط مع الوقود حتى يحدث الاحتراق أيضا يجب توفر مصدر الحرارة مصدر الحرارة في محركات البنزين مثلا الشرارة التي تطلقها البواجي من سبارك بلغ أو من الحرارة التي تتولد في شوط الضغط في محركات الديزل ممكن تصنيم محركات الاحتراق حسب مكان احتراق خليط الوقود والهواء إلى محركات احتراق خارجي ومحركات احتراق داخلي محرك الاحتراق الخارجي هو محرك يحدث الاحتراق في خارج غرفة الاحتراق خارج المحرك في وعاء منفصل حيث يشتعل خليط الوقود والهواء والحرارة المتولدة من هذا الاحتراق تستخدم في تسخين الماء الذي يتحول الى البخار والذي بدوره يتم ضخه الى المحرك حيث يقوم بدفع المكبس الى الاسفل والحصول على الطاقة الميكانيكية في المقابل فان محركات الاحتراق الداخلي يحدث فيها الاحتراق داخل غرفة الاحتراق داخل المحرك او داخل حيز الاستوانة حيث يشتعل خليط الوقود والهوى وتتولد الحرارة ايضا يحدث تمدد للغازات والتي تقوم بدفع المكبس الى الاسفل وتتولد القدرة الميكانيكية في محركات الاحتراق الداخلي يوجد عدد كبير من الاستخدامات لمحركات الاحتراق الداخلي وتدخل هذه الاستخدامات في كافة مجالات الحياة فمثلا محركات البنزين نجدها في السيارات الصغيرة سيارات الركوب في الدراجات النارية وغيرها من التطبيقات في المقابل بالنسبة لمحركات ديزل يوجد لها تطبيقات كثيرة من تطبيقات صغيرة في الزراع الى تطبيقات كبيرة جدا فنجدها في سيارات النقل الخفيفة والشاحنات والقطارات والسفن ومحطات توليد الكهرباء في هذا الجزء سنقوم بالتعرف على التصنيفات المختلفة للمحركات كما تم الإشارة في البداية يوجد عدد كبير من المعايير التي يمكن استخدامها لتقسيم المحركات إحدى هذه المعايير هو تصنيفها حسب المعدات والآلات والماكينات التي تستخدم لإدارتها فيوجد عندنا محركات السيارات قد تكون محركات بنزين أو ديزل محركات الشاحنات والمحركات البحرية والمحركات القطارات وهذه المحركات أكبر بالحجم وهي محركات ديزل من التصنيفات الأخرى التي تستخدم لتخسيم وتصنيف المحركات ملامح التصميم والتشغيل سوف نقوم بذكر هذه البنود ولاحقا سيتم شرحها بالتفصيل خلال المحاضر أولا موضوع الاحتراق كما أشرنا سابقا مكان الاحتراق إما في داخل المحرك أو خارجه نوع الاختراق ويقسم إلى احتراق مستمر أو احتراق متقطع حركة المكبس الداخلية قد تكون حركة ترددية أو حركة دورانية عدد الاستوانات فيوجد عدد مختلف للصوانات المحرك ممكن محرك رباعي أو 6 استوانات أو 8 استوانات أو غيرها من الاستوانات أيضا ترتيب الاستوانات وترتيب الصمامات وطريقة التبريد التي تستخدم في تبريد المحرك وأشواط المكبس ضرورية لإتمام دورة الإشعال والتي قد تكون أربعة أشواط أو شوطين بالإضافة إلى نوع الوقود المستعمل على كل سيتم شرح هذه المعايير خلال هذه المحاضرة تقسم المحركات حسب موضع الاحتراق كما أشرنا سابقا إلى نوعين أولا المحركات الاحتراق الخارجي وفي هذه المحركات يحدث الاحتراق في جزء منفصل عن المحرك حيث تستخدم الحرارة متولدة من احتراق خليط الوقود والهواء في تسخين الماء الذي بدوره يتحول إلى البخار الذي يتم ضخه إلى داخل المحرك حتى تنتج الطاقة الميكانيكية في المقابل فإن محركات الاحتراق الداخلي يتم احتراق الشحنة داخل المحرك حسب نوع الاحتراق يمكن تقسيم المحركات إلى محركات الاحتراق المتقطع وهي المحركات التي يبدأ فيها الاحتراق ثم ينتهي في محركات السيارات محركات الاحتراق المستمر وهي المحركات التي يحدث فيها الاحتراق بصورة مستمرة ولا يتوقف بمعنى أن الاحتراق يستمر ومن الأمثلة على هذه المحركات محركات توربينات الغازية والصواريخ والمحركات النفاث كما يمكن تصنيف المحركات بالاعتماد على حركة المكبس الداخلية إلى نوعين محركات ترددية ومحركات دورة في المحركات الترددية يتحرك المكبس داخل الاستوانة داخل محرك حركة ترددية أي حركة إلى الأعلى وإلى الأسفل ويجب تحويل هذه الحركة إلى حركة دورانية حيث يستخدم عمود المرفق لتحويل الحركة الترددية إلى حركة دورانية وبالتالي فإن هناك فقد جزء من الطاقة يتم فقدانها عند التحويل في هذا النوع من المحركات عند التحويل من الحركة الترددية إلى الدورانية على كل حال فإن هذا النوع من المحركات هو الأكثر شيوعا في السيارات في المقابل فإن المحركات الدوارة أو محرك فيما يعرف محرك فانكل في هذا النوع من المحركات يتحرك العضو الدوار أو المكبس حركة دورانية حيث يقوم بتدوير عمود المرفق إحدى ميزات هذا النوع من المحركات بأن الحركة هي حركة دورانية وليست ترددية لذلك لا يوجد داعي لتحويل هذه الحركة من حركة ترددية لدورانية بالتالي فأنه لا يوجد فقد في الطاقة للتحويل إلى الحركة الدورانية بالتالي فأن القدرة في هذا النوع من المحركات هي أفضل نوعا ما من المحركات الترددية إلا أن هذا النوع غير شائع لاستخدام حيث تم استخدامه في ستينيات القرن الماضي لبضع سنوات في بعض أنواع السيارات ومازال يستخدم في بعض أنواع السيارات مثل سيارات مازدا السيارات يستخدم في السباق المشكلة في هذا النوع من المحركات نظام معالجة غازات العادم معقد وتكلفته مرتفعة نوعا ما